السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا مازلنا مع الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم ونحن اليوم مع فيديو بعنوان استبدال المصيبة بالخير إذا لو في مصيبة ممكن نستبدلها بخير ده قبل ما أذكر لك الدعاء قصة أم سلمة اللي كانت متزوجة بأبي سلمة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راح وعلمها الدعاء ده وهي يعني سبحان الله العظيم قعدة مع نفسها كده بتقول طب هو فيه أفضل من نبو سلمة وسلمة ده صحابي مشهور يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أكتر من مرة وله صفات يعني سبحانه الملك فهي قعدة بتقول طب ربنا هيبديني بأفضل من ده ازاي ومين هيكون أفضل من أبي سلمة اسمع الحديث عشان تعرف بعد كده هي بقت زوجة مين بقت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إن لما قالت الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى استبدل لها زوجها باللي أحسن منه ما احترمنا انه صحابي باللي أحسن منه وهو سيد الكل محمد رسول الله إيه دعاء ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإن إليه رجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلفه خيرا منها فهل هناك أفضل من هذا الدعاء وتقوله بيقين سوف يخلف الله عليك ويستبدل هذه المصيبة بالخير أو يستبدل هذا الشر بما هو خير وبما هو أفضل مما فقت وهذا حدث مع أم سلمة قالت ومن أفضل من أبي سلمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا وتزواجها تذرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر